موسيقى يتطور قطاع البستانة في أوكرانيا بشكل حثيث وهو واحد من مجالات زرعة الرئيسة وتساهم التربى الخصبة والمناخ المواتي وسياسة الدولة في ذلك تبلغ اليوم مساحة البستانة المعمرة في البلد 230 ألف هكتار يمكننا أن نتحدث بالفعل عن بعض النتائج الأولية فالقطاع مستقر وحصل على غرسات ذات نوعية جديدة وعلى تقنيات حديثة سيتمكن المزارعون في هذا العام الحصول على دعم الدولة المالي لزرع الغرسات المعمرة بقيمة 300 مليون هريبنا وستحصل 56 مؤسسة على وجه الخصوص موجودة في 19 منطقة في أوكرانيا على تعويضات لشرائها الغرسات ركزت الحكومة في الحقيقة على تقديم هذا الدعم لأولئك الذين يزرعون البساتين ويغرسون الأشجار وعوضت 80% من ثمن الغرسات التي زرعها أي أن هذا تخفيض كبير في التكلفة وحافز قوي جيد وشاهدنا بالفعل هذا العام مقارنة بالعام الماضي كم كانت هذه الأدات فعالة في تحفيز غرس الأشجار على نطاق واسع ونتوقع أن يصل الحجم الإجمالي للأراضي المزروعة بالغرسات الجديدة إلى 5000 هكتار في الخريف حدث تاريخيا أن معظم البساتين في أوكرانيا زرعات في العهد السويتي ولقد هريمت الآن ولم تعد الأشجار تثمر وانحطت أنواعها ويشير الخبراء إلى أن زرع البساتين المعاصرة يحتاج إلى ظروف مختلفة تماما وعلم كامل هذا مستوى مختلف من فهم العمليات لأنه عندما نلتقي مثلا بالمستثمر المحتمل وهو ينوي زرعة بستان يقول سأحفر بضعة أبار وسأستخدم المياه للري بالتنقيم فنسأله هل تعرف مدى قسوة المياه التي تريد ضخها عبر منظومة الري فإن ضخيط النقطة ستسد الأملاح الموجودة فيها بسرعة فتحات الأنابيب لكل ثقافة من الثمار خصائص خاصة للتخزين يجب على المنتج أن لا يكون آمنا فقط بل ويجب أن يتمتع بالشكل التجاري يجب أن تكون الأصناف ذات جودة عالية وأن تكون كمار غضة ولذيذة توجد فرص كثيرة للتنمية في الواقع ولديها حاضنات حيث يجب القيام فعلا بذلك وإذا كنا نريد أن يتطور كل هذا بما أن المردودة لن يكون سريعا يجب علينا أن نجعلها إما رخيصة عن طريق التعويضات أو طرق أخرى أو توفير الموارد الجاهزة تقليدياً في أوكرانيا تمارس قرى بأتمالها أو مدن صغيرة البستنة أو زرعة التوتيات هذا يجلب الربحة للبزارع ولا يتطلب أي رعاية خاصة أو استثمارات مالية ضخمة بلغ في عام 2017 إجمالي إنتاج الثمار والتوتيات في الدولة أكثر من 200 ألف طن تدعم الوزارة المرتبطة بالتعاونيات تحديداً عندما يتحد العديد من المنتجين وفي حال حدوث هذا تقوم الدولة بتعويض جزء من تكريفة المعدات التي جار شراؤها من أجل أن تكون المزارع قادرة على تحسين منتجات الفاكهة والخضار للاستهلاك المحلي أو لتلبية احتياجات التصدير نحتاج تصدير المنتجات أولاً إلى إثبات أنها تلدي جميع المواصفات الأوروبية يجب أن تتوفر الخبرة العملية في الإنتاج والخبرة اللازمة في معالجة المنتجات يوجد حتى ما يسمى بالمعايير العالمية وتحاول الشركات المنفردة في أوكرانيا تنفيذها وهذا يعمل على تحسين سمعة المزارع عندما نتحدث عن المتطلبات أو المعايير الموجودة في سوق الاتحاد الأوروبي يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك أيضاً كثير من المعايير الإضافية الموجودة على المستوى الوطني والتي يسمى بالمعايير الخاصة هناك ما هو موجود حتى على مستوى شبكات محلات التجزئ العاملة في هذا البلد أو ذلك لذا نحاول أكثر مع منتجين العمل في مجال المعلومات وتعليم الطرق الأفضل للوصول إلى السوق وحيدة من هذه التدابير العملية التي من شأنها مساعدة المنتجين الأوكرانيين هي التنافس بفعالية أكبر فيما بينهم للوصول إلى الأسواق الأوروبية وهي تجربة دولية سفر في تموز من هذا العام المزارعون الأوكرانيون مع ممثلين عن وزارة السياسات الزراعية إلى ألمانيا وعملوا هناك مع أسواق الجملة وبحثوا عن قنوات جديدة لباية المنتجات الوطنية وعلى وجه التحديد الفاكهة والتوتية هذا أيضاً في غاية الأهمية الخطوة التالية هي بعد أن تصبح التشريعات متأقلمة تبدأ منظومتنا بالعمل بشكل معقول على مستوى الرقابة الحكومية ورقابة السلامة وجودة المنتجات الغذائية المتبعة حالياً في الاتحاد الأوروبي وستكون الخطوة المهمة لاحق البحث عن المشتري يستهلك المواطن الأوكراني العادي وفقاً للإحصاءات 47 كيلوغراماً من مختلف الثمار والتوتيات سنوياً في حين أن المعدل العلمي هو 79 كيلوغراماً ويقول المزارعون أنه يجب زيادة الاستهلاك بمقدار النصف تقريباً لذا فإن برنامج الدعم الحكومي للبستنة في عام 2020 لا ينبغي أن يوفر للسكان فقط الفاكهة والتوتيات المنتجة محلياً بل والمساعدة أيضاً في تنمية المناطق الريفية وزيادة فرص العمل والاستخدام الفعال لموارد الأرض